تماثل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للشفاء من الأزمة الصحية المفاجأة التي تعرض لها عقب حضور مباراة الإسماعيل والزمالك أمس الاثنين بإستاذ الإسماعيلية والتي انتهت بالتعادل السلب حيث تعرض حسام حسن لأزمة صحية بعد حضوره مباراة الإسماعيل والزمالك أمس التي حضرها من أجل مشاهدة اللاعبين عن قرب وتم نقله لأحد المستشفيات وخضع للفحوصات الطبية اللازمة وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتلقيه الرعاية الكاملة والتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة واطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية لحسام حسن حيث أجرى الدكتور أشرف صبحي اتصالا هاتفيا بحسام حسن لطمئنان على صحته متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعا ممارسة مهمه مع المنتخب الوطني وأكد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل لحسام حسن وجهازه المعاون مشددا على ثقةه الكبيرة في قدرتهم على قيادة المنتخب الوطني لتحقيق أفضل نتائج في الاستحقاقات القادمة كما حرص أعضاء مجلس إضافة اتحاد الكرة على الإطمئنان على حسام حسن عقب الوعك الصحية وأعرب حسام حسن عن شكره وتقديره لاهتمام الدكتور أشرف صبحي ومتابعة حالته الصحية مؤكدا على أنه يتمتع بحالة جيدة وأنه سيعود لممارسة مهمه مع المنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن شكرا